اشتركوا في القناة 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 لكن لحصن الحظ ان شو مش بنتكشف في النهاية ولا بيحسسوا ان علاقته مع تاو مزيفة وفي وسط الاحداث دي بنرجع مرة تانية لتاو وبنشوف ان حياتها مليانة مشاكل وده لان والدتها بتدخل المستشفى بسبب انها تعبينة وطبعا هي بتكون حزينة جدا بسبب ده لكن الدكتور بيطمنها ان حالة والدتها مش خطيرة وده بيهون عليها شوية فبتروح تاو تزورها وبتقعد معيها ولما بيتكلموا بيفتحوا موضوع شو طبعا وهنا بتقرر تاو انها تخبي عن والدتها كمان حقيقة علاقتهم وبتقنعها ان هي وشو مرتبطين فعلا ونوية انهم يتجوزوا قريب ومش بس كده دي كمان بتتصل بيه علشان يجي يزور والدتها في المستشفى ويكملوا التمثيلية بتاعتهم قدامها وفي الوقت ده بنعرف ان تاو مضطر تكمل في الكتبة دي لان والدتها كنت متعشمة ان هي هتتجوز قريب وطبعا لو عرفتها ان ده مش هيحصل هتتعب اكتر وممكن يحصل لها حاجة اما شوف بيجي فعلا وبيحاول على قد ما يقدر انه ما يكشفش نفسه خالص قدام والدتاو وبيفضل يتكلم معيها على انه بيحب بنتها جدا وانه هيخلي باله منها على طول وطبعا هو ما بيكونش مدرك ايه اللي بيحصل ده لكنه بيبقى متأكد ان الموضوع كده بيزيد صعوبة وتعيد وعلشان السبب ده بتقعد تاو معاه في مرة وبتشكر على كل حاجة بيعملها علشانها وكبين بتقدم له شيك بمبلغ كبير شوية وبتقول له ان ده مقابل تعبوا معاها وانه لسه هيتعب كمان وبتعرفوا ان قصتهم لسه ما خلصتش وانهم لازم يكملوا التمثيلية بتاعتهم لحد ما يزيفوا يوم فرحهم مع بعض علشان تتمن والدتها لكن في الوقت ده بيعتارت شو على كلامها وبيقول لها انه مش هيقدر يكمل اكتر من كده وبيعرفها انه عمل كتير قوي علشانها لحد اللحظة دي لكن لحد هنا وكفاية وطبعا بيرفض الشيك بتاعها وبيسيبها وبيمشي لكن مع مرور الوقت بيتصود مشوا بخبر غريب قوي وهو ان تاو موجودة حاليا في المستشفى بسبب انها عملت حدثة وحالتها مش كويسة فبيروح بسرعة طبعا علشان يتطمن عليها ولما بيوصل بيكون حاسس بالزنب وشايف انها ممكن تبقى وصلت للمرحلة دي بسببه خصوصا لما بيفتكر انها حاولت تاني حياتها قبل كده فبيستنى لما بتفوق وبيتكلم معيها علشان يعرفها انه موفق يكمل في التمثيلية بتاعتهم ومن اول هنا بتبدأ الحياة تتحكلتها واللي هي عايزها بيحصل والمفاجأة بقى ان خبر وجودها في المستشفى بيوصل لحبيبها القديم اللي بييجي علشان يزورها ويتطمن عليها وبيبقى واضح ان خطتها نكحت فعلا لانه بيتكلم معها وهو حزين وبيكون عايز يرجع لها فبيفضل يسألها عن شو عن علاقتهم اذا كانت حققية او لا بس هي بتفضل تتجهله وبتكون شايفة انها كده بتاخد حقها منه فبيتضيق جدا طبعا وبيمشي وهو حاسس ان علاقته بيها انتهت خلاص ومع مرور الايام بتخرج تاو من المستشفى وبتكمل التمثيلية بتاعتها هي وشو فبيروحوا علشان يصوروا صور الفرح بحس يثبته للناس اكتر ان علاقتهم حققية ومحدش يحس بحاجة فبنشوف مع بعض شو هو لابس البدلة وبيكون مستني تاو علشان يتصور معها فبتظهر قدامه فجأة والغريب انه بيحس بشعور مختلف جواه وبيشوف قد ايه هي انسانة جميلة لكن طبعا الشعور ده مش بيدوم لفترة طويلة لانهم بيبدأوا يتصوروا بعدها علشان يخلصوا اللي هما جايين علشانه وبيمشوا ومع مرور الايام بيفضل الحال ماشي على نفس الوضع وبيتقابلوا هما لاتنين كتير علشان يتفقوا هيعملوا ايه سوا لحد ما بنوصل لاهم يوم في التمثيلية دي واللي هو يوم فرحهم والمفاجأة انهم بياخدوا الخطوة دي بجد وبيمثلوا قدام كل الناس انهم بالفعل تجوزوا خلاص وبيفضل اليوم ماشي بدون مشاكل لكن المشكلة الحقيقية هو الموقف اللي حطوا نفسهم فيه لان هما الاتنين بيبقوا حاسين ان الموضوع الكبر قوي عن اللي هما تخيلوه ومن اول هنا بيبقوا هما الاتنين عايشين مع بعض لكن طبعا حطين حدود ما بينهم لحد ما يشوفوا ايه اللي هيحصل ومع مرور الايام بيبدأ الموضوع ياخد اتجاه مختلف شوي وده بيحصل لما بيكون شو في الشغل وبعدها بتوصل تاو وبتكون شايفة من بعيد فبيستقبل شو ديوف جايين لشركته لكن فجأة بيكون فيه زحمة وبنلاحظ ان بنت جميلة بتبقى على وشك انها تقع لكن شو بيساعدها وبيمسكها على اخر لحظة والمشهد ده بيضايقته جدا وكأنها بتغير عليه وفي مرة بيكون شو نايم في البيت وهي بتدخل غرفته علشان تشوفه فبيلاحظ في الوقت ده انها بتفضل بفصله وبتفتكر كل المواقف اللي حصلت بينهم ونظرتها ليه بتبقى مختلفة المرود وبيبقى واضح كده ان في مشاعر جواها بدأت تظهر ناحيته بجد وبعد فترة بيحصل اللي كان متوقع وبتيجي والدتا ووالدت شو علشان يقعدوا معهم شوية ويتطمنوا ان كل حاجة بينهم ماشية بخير وطبع ما بيكونوش عارفين ان الموضوع كل عبارة عن كتبة وانه مجرد تمثيل وفي يوم بيكونوا هما الاتنين قاعدين يتكلمهم مع بعض قبل ما يناموا فبيقول لها شو انه قرر يسافر قريب لما كل ده ينتهي علشان يشوف حياته ويلاقي فرصة شغلة احسن ولما بيسألها عن رأيها في الموضوع بتقوله انها اكيد بتدعمه في حاجة زي دي وعايزة يحقق كل اللي هو بيتمنى لكن الحقيقة انها بتكون متضايقة شوية وده بيبين انها فعلا اتعلقت بي واصبح في مشاعر جواها والمفاجأة ان حتى شو بيتضايق من ردها ده وكأنه كان مستني انها تمسك فيه وترفض موضوع سفره وبيبقى واضح كده ان علاقتهم هتتحول لحب حقيقي لكن للأسف في يوم من الايام بيحصل اللي ما كانوش متوقعينه ابدا وهو انهم بيرجعوا للبيت في مرة وكل واحد فيهم بيلاقي والدته قادمة دايقة جدا فبيتكلموا معاهم وبيتصدموا انهم عارفوا كل حاجة بخصوص جوازهم المزيف وطبعا مهما حاولوا انهم يتكلموا ما بيكونوش قادرين يبرروا اللي حصل لان الموضوع مش تغير خالص فبينتهي الحال بان والدت شو بتقرر تاخده ويمشو من البيت وينهو التمثيلية اللي بتحصل دي وبالفعل بتطلع والدته تجمع حاجته وبيمشو هما الاتنين بعدها وبتبقى دي نهاية الكتبة بتاعتهم لكن الغريب ان على الرغم من انهم كده خلصوا من هام كبير ويقدر كل واحد فيهم يرجع لحياته لكنهم بيبقوا زعلانين قوي باللي بيحصل وكأنهم كانوا عايشين حياة حقيقية وبعدها لما بتعطت تتكلم مع والدتها بتحاول تشرح لها هي ليه عملت حاجة زي دي وبتعرفها اللي حصل ما بينها هي وخطبها القديم وكمان بتقول لها ان هي صممت على الفكرة دي علشان ما كانتش عايزة تخيب ظنها وتفضل تأجل في موضوع الجواز بس طبعا والدتها مش بتكون شايفة ان ده عزر كفاية وبتفضل تلومها على اللي حصل وهي متضايقة ومتعصبة وبعد فترة بيتقابلهم الاتنين مرة تانية بس طبعا ما بتكونش فيه حاجات كتير قوي تغيرت فبيتكلم شو معاها وبيكون عايزينه الموضوع للأبد لانه مش حابب بيسبب لها مشاكل اكتر من كده فبيقول لها بشكل صريح ان ما فيش سبب بيخليهم يفضلوا في حياة بعض وانهم لازم من النهاردة يبعدوا تماما فبتتضايقته طبعا وتستغرب كلامه وغصبة عنها بتعترف بالحقيقة وبتقوله انها معجبة بيه فبيتصدم شو وبالتأكيد ما بيكونش متوقع حاجة زي دي وعلى طول بيسألها لو كان ده حقيقة بس هي بتكون ندمت طبعا انها اعترفت فبتتجنب الموضوع ده وبتقوله ان ايا كان اللي هتقوله فمش مهم خلاص لانه كده كده خط قراره ولازم من اول دلوقتي ما يقربوش من بعض وبعدها بتسيبه وبتمشي لكن طبعا شو مش بيقبل بالنهية دي فبنشوف هو بيقابلها تاني يوم وبيحاول يتكلم معيها لكنها بتتجنبه وبتكون رفضة انها تسمعه حتى بس هو مش بيسمح لده انه يحصل فبيبدأ يكلمها وبيقولها انه فكر في كلامها اللي هي قالتهم برح وعلشان كده هو لازم يرده يقولها حاجة مهمة قوي وفي اللحظة دي بتتوتر تو جدا وبتبقى مضطرة انها تمشي لان هي بتكون خايفة تسمع حاجة دايقها بس برضه هو مش بيسيبها ولا بيستسلم هو بيروح يجري وراها في عز المطر علشان يعتذر لها عن الموقف اللي حصل ويحاول يعترف لها بحقيقة مشاعر فبيقناها انها تسمعه وبيبدأ يتكلم معيها بخصوص اللي حصل وطبعا بيعتذر عن اسلوبه اخر مرة وعن انه حاول حتى يبعد عنها لكن هي بترد عليه وبتقوله انه حسسها ان مشاعرها رخيصة وانه حتى مهتمش بيها ولا كانوا يخد باله منها وعلشان كده هي مش مستنية منه اي حاجة وفي الوقت ده بيبدأ شو يحس انه فعلا ازيها وعلشان كده بياخد رد فعل متهور شوية وعلى طول بيشدها ناحيته وبيقرب منها في شكل رومانسي جدا علشان يعترف لها بطريقة مميزة انه هو كمان معجب بيها وكمان علشان يخليها تنسى اللي حصل وتعرف انه فعلا بيحبها والحسن الحصد ان علاقتهم بترجع تاني من اول اللحظة دي لكن المرة دي بتكون احسن بكتير وكمان مش مضطرين يمثلوا انهم بيحبوا بعض وفي يوم من الايام بيكون شو قاعد بيفكر في موضوع صفر برا البلد علشان يلاقي وظيفة مناسبة وعلى الرغم من ان كل شيء بيكون جاهز لكنه بيبقى متردد وبيكون قرار صعب طبعا لانه كده هيمشي وهيسيب تاولى وحدها رغم ان الامور بينهم بدأت تاخد اتجاه كويس فبيروح يتكلم معاها تاني يوم على طول وبيكون محضر لها خبر مهم قوي فبيقول لها انه قرر ما يسافرش وانه ناوي يبني حياته هنا علشان يفضل معاها وجنبها طول الوقت وعلى الرغم من انها بتشجع ويسافر وفي يوم بيبقوا هما الاتنين في مكالمة وعمالين يتكلموا بخصوص والد تاو وانها لازم تعرف انهم رجعوا البعض فبيقول لها شو ان ده ما ينفعش يحصل دلوقتي وانه المفروض ياخد شوية خطوات في حياته الاول بحيث يقدر يسبت نفسه قدامها وتعرف انه شخص قد المسئولية فبتوافقته على الكلام ده وبيتفقوا انه مهما حصل مستحيل يبعده عن بعض وبالفعل بعد يومين بنشوف ان شو راح يشتغل في شركة جديدة وبيبقى واضح ان المدير بتاعه بيحبه قوي وده لانه بيقدموا لكل زميله في المكتب وبنعرف مع بعض ان شو شغال في قسم التصميم وعلى الجانب التاني بنروح لتاو اللي بتكون مع والدتها علشان تقابل صديقة لها فبيقعدوا كلهم مع بعض وبتكون صديقة والدتها جايبة معها ابنها وتاو كل ده بتبقى فكرة ان دي مقابلة عادية لحد ما بتلاقيهم بيتكلموا عن الجواز والارتباط وهنا بتفهم ان والدتها عايزة تخليها ترتبط بالشخص ده لانه ابن صديقتها وكمان مستقبله كويس بس طبعا هي بترفض الفكرة تماما وبتبدأ تكون سخيفة شوية علشان تخليه ما يفكرش فيها خالص واللي ما بنرجع لشوه بنشوف انه شاطر قوي في شغله وعلى الرغم من ان ده اول يوم ليه في الشركة الجديدة لكنه بيركز وبيشتغل بجد وبيعمل كل اللي يقدر عليه وبيبقى واضح انه فعلا واخد الموضوع بجدية وعايز يزبط نفسه اما توفى بتتكلم معها والدتها باسلوب سخيف وبتقولها ان هي لازم تسمع كلامها وان ما فيش حل قدامها جر انها توافق على عريس من اللي هي بتقترحهم عليها وطبعا ده بيدايق تاو جدا وبيخليها تحس ان والدتها عمرها ما هتقبل بعلاقتها هي وشوه وعلشان كده بتروح تقابله وبتقوله ان ما ينفعش يفضلوا مخبين لان الوضع بدأ يخرج عن السيطرة وبتطلب منه يروحوا مع بعض يصرحوا والدتها بعلاقتهم علشان تبطل تطلب منها ترتبط بحد تاني لكن هو بيحاول يهديها وبيقدر يقنعها انهم لازم يفضلوا سكتين شوية عن الموضوع لحد ما يقدر يحقق ما كان ليه في الشغل وياخد خطوات في حياته بس على الرجم من ده تاني يوم على طول بتاخدوا تاول الشركة معاها بحجة انه يوصلها واول ما بيوصلوا قدام باب الشركة بتطلب منه مرة تانية يجي يزور والدتها ويتكلموا معاها في الموضوع فبيفضل شو يتكلم من جديد وبيفهمها وجهة نظره وبيعرفها ان ده مش الحل الصح دلوقتي فبتتفق معاها انه يقدر ما يقابلش والدتها خلاص لكن هي هتفتحها في الموضوع بحس ماهد لها مش اكتر لكن المفاجأ ان والدتها بتيجي في اللحظة دي وبتشوفهم هما الاثنين من بعيد وبتبقى عرفت كل حاجة فبتطلع تاول الشركة بعدها وبتروح تتكلم مع والدتها وبتكون فعلا نوية انها تصراحها بالحقيقة لكن للأسف والدتها بتتكلم هي قبلها وبتقولها ان هي شفيتها مع شو وبتبدأ تتهمها انها انسانة كذابة وبتحب تخبي عنها كل حاجة وعلى الرغم من ان تاو بتحاول تقنعها ان هي كنتها تحكي لها بس برضو مش بتصدقها وبعدها بتتكلم معيها والدتها وبتقولها ان هي مش هينفع توافق على شو وبتبدأ تقولها ان حياته مش شبه حياتهم وانه ما عندوش وظيفة مستقرة حتى وفي الوقت ده بتفهم تاو ان شو كان معي حق في كلامه وانها تسرعت علشان خدت الخطوة دي وطبعا الشيء الطبيعي اللي المفروض يحصل دلوقتي هو ان تاو تقتنع بكلام شو وتسكت عن الموضوع شوية زي ما هو قال لكن المفاجة انها بتعمل عكس ده تماما وبتروح تقابله علشان يروحوا مطعم سوا وأول ما بيدخلوا المطعم بتقوله تاو انها جايبا هنا علشان والدتها جاية كمان شوية فبيتصدم شو من كلامها وبيبقى عايز يهرب بسرعة بس للأسف القوان بيكون فات وبتيجي والدتها وبتشوفهم مع بعض وحرفيا شو ما بيكونش فاهم هي بتفكر ازاي وليه عملت حاجة زي دي لكن اللي بينقذ الموقف ان فيه مستثمرين كتير في الشركة بتاعتها بيظهروا في الوقت ده وبيتفقوا ان كلهم هيعودوا علشان يكلوا سوا وطبعا في اللحظة دي والدتاو ما بتقدرش تتكلم مع شو باسلوب وحش علشان شكلها قدام المستثمرين وكمان شكل بنتها وهنا بيستغل شو الفرصة وبيحاول يخلي الموضوع لصالحه فبيتعامل مع كل المستثمرين باسلوب جميل وراقي وده بيخلي والدتاو تحس انه قد المسئولية والحسن الحصد ان الموضوع بينتهي في النهاية بشكل كويس واللي بيثبت لنا ده انها اخيرا بتوافق تدي فرصة لشو علشان تتعرف عليه اكتر وتحاول تقباله في حياة بنتها فبيعوضهم التالتة مع بعض وبنلاحظ ان اسلوبها معي المروضي مختلف شوية لدرجة انها بتعرض عليه يجي يشتغل معاها في الشركة ويكون واحد من قسم الاعلان وده لانها عايزة يشتغل في وظيفة كويسة بحيث يضمن مستقبل مستقر الحياة وهو وتاو وعلى الرغم من ان شو كان شغله كله في مجال التصميم ودايما بيحلم يحقق حاجة في المجال ده لكنه تاني يوم بيفاجئ تاو وهي في الشركة وبيجي علشان يعرفها انه من النهاردة موظف جديد معاهم وانه قبل عرض والدتها علشان يثبت لها انه مستعد يعمل اي حاجة بحيث يكسب رضاها ويقدر يوصل اللي تاو في النهاية وبالفعل بعد شوية بيقعدوا هما التالتة مع بعض وبتكون والدتاو بدأت تقتنع بي وتتقبله فبيتكلموا بخصوص الشغل والوظيفة الجديدة وكالعادة شو بيكون متحمس ومستعد لأي شيء ومع امرور الوقت بنلاحظ ان دي اجمل فرصة جات لهم هما الاتنين وده لانهم بقوا قريبين جدا من بعض حتى وقت الشغل وكل شوية تاو بتستغل الفرصة علشان تظهر له وتتكلم معي وبتكون مبسوطة قوي علشان هو بيعمل كل ده علشانها وفي يوم من الايام بيخلصوا هما الاتنين شغلوا مع بعض وبياخدها شو علشان يروحوا يلعبوا شوية رياضة سوا وعلى الرغم من ان تاو ما بتكونش حابة الموضوع في البداية وبتفكروا انها حبيبته ومش واحد صاحبه وبتقوله انه كان المفروض ياخدها للسينما بدل المكان الغريب ده لكنها في النهاية بتاخدوا الموضوع تحدي وبتقرر انها لازم تتغلب عليه بس اول ما بتمسك المضرب لكن لما بتحاول تاني مستواها بيكون اوحش من الاول فبينتهي الموضوع بانه بيكون مضحك لكن هما الاتنين بيبقوا مبسوطين بوقتهم سوا وعلى الجانب التاني لما بنرجع لحياة شوف الشغل بنشوف انه كل يوم بيحقق نجاح كبير وبيقدر يزبط نفسه قدام الشركة كلها وبنشوف كمان انه بدأ يحضر اجتماعات مهمة والمدير بتاعه بقى مبسوط منه جدا وبيشكره قدام كل زميله علشان يشجعه وفي نص اليوم بيروح شو لمكتب تاو علشان يديها ملف مهم تبعي الشغل وبنلاحظ ان اسلوب تاو في الوقت ده بيكون جد شوية ودي حاجة حلوة لانها قادرة تفصل الشغل عن علاقتهم لكن كل ده بيتغير في لحظة لانها اول ما بتقرب منه بتمسك ايدي وبتنسى انه هما في الشغل اصلا لكن شو بيحبط فرحتها دي لما بيعرفها انه ورا شغل مهم وكمان قريب هيحضر مقابلة مع شابة جميلة بخصوص مشروع شغالين عليه فبتحس تاو بالغيرة طبعا وبتدقي لان الشغل بدأ يشغله عنها وفي الحقيقة انها بيكون معها حق لان شو فعلا بيكون خصص وقت كبير جدا في الشغل وده لانه انسان طموح وعايز يحقق انجازات كتير في وقت قليل وبنشوف انه فعلا قدر يعمل ده وانه يوم بعد التاني بيثبت نفسه قدام الشركة كلها لكن طبعا الوضع ده ما بيكونش مريح بالنسبة لتاو وعلشان كده بتروح تتكلم مع والدتها وبتطلب منها تقلل الشغل شوية على شو لانه بيتعب كتير في الشركة وبقت وغضى كل وقته لكن والدتها مش بتهتم بكلامها وبتقول لها ان ده الصح علشانه وكمان هو اللي مختار ده وبيبقى واضح من اسلوبها انها اصبحت شايفاء انسان مجتهد ومختلف تماما عن نظرتها ليه قبل كده اما شو فلما بيعرف ان الموضوع مضايقها بيقرر يخصص وقت ديه علشان ما يزعلهاش وبالفعل بيبدأ يركز معها اكتر وبيقضوا اوقات كتير مع بعض سواء جوه الشركة او بره وفي يوم من الايام بيكونوا هما الاتنين سوا وفاجأة بتيجي مكالمة شو من البنت اللي المفروض يقابلها بخصوص الشغل فبتدقيق تاو طبعا وبتكون غيرانة عليه لكنه بيطمنها ان اللي بينهم شغله بس وانه مستحيل يدي فرصة لأي حد تاني علشان يقربله وبالفعل بيروح بعدها علشان يقابل البنت دي وبيبدأوا يتكلموا عن المشروع اللي بينهم وطبعا كل كلامه بيكون بخصوص الشغل وبس لكن واضح ان تاو ما قدرتش تستحمل ده وبنتفجئ انها بتظهر لنا وهي لابسة نظارة علشان تكون متنكرة والغريب انها بتقدر تخلي البنت دي تسيبهم وتمشي ولما بيقعدشوا معاها بعد كده ما بيكونش مصدق اللي هي بتعمله لكن طبعا مبسوط علشان اهتمامها بي وفي يوم من الايام بيقعدشوا مرة تانية مع البنت دي علشان يكملوا كلام في المشروع فبيتقابلوا في الشركة وكل واحد بيقول الافكار اللي عنده وكلامهم بيكون عادي خالص فبيعد الوقت ولما بيخلصوا بيستعد شو علشان يمشي لكن للأسف بيبقى فيه اتنين بيتخلقوا مع بعض في المكان وبيتسببوا ان فنجان القهوة بيتدلق على قاميس شو فبيضطر ان يروح لغرفة علشان يغسل القاميس ويقدر يمشي به بعد كده وطبعا البنت دي بتكون معاها علشان تساعده لو احتاج حاجة لكن المفاجأة ان في الوقت ده بتيجي تقو بتكون بتدور عليه اصلا واول ما بتشوفهم هما الاثنين مع بعض بتتصدم وبتمشي على طول فبيروح شو بعدها وبيحاول يشرح لها ان هي فهمة غلط وهو فعلا بيكون معاها حق لكن لما بيلاقيها لسه مش مقتنعة بياخدها معايا للمكان اللي كانوا قاعدين فيه وبيفضل يشرح لها اللي حصل بالتفصيل ومش بس كده ده كمان بيمثل المشهد اللي حصل وبيعرفها ازاي القهوة ده لقت عليه وفي النهاية بيتحاول الموضوع للكوميدي شوية خصوصا لما بيطلق شو القهوة على شخص غريب في المكان وبيتسبب في مشكلة لنفسه وتو بتفضل تضحك عليه ومع مرور الايام بتكون علاقتهم هما الاثنين مستقرة جدا ومشيها بشكل كويس قوي ومش بس كده دي كمان الحياة بتضحك لشوه وبتنقله تو خبر جميل جدا وهو انه ترقى المنصب جديد في الشركة وبقاله مكتب مخصوص لوحده فبيفرح شو جدا ومبيكونش مصدق نفسه وطبعا تاو بتشاركه الفرحة دي وبتقوله انه يستحقه اكتر من كده كمان ومع مرور الوقت بيكون الوضع ماشي بشكل مثالي وكل حاجة مستقرة سواء في الشركة او حتى في علاقتهم هما الاثنين لحد ما في مرة بيكون شو قاعد مع تاو ووالدتها بيتكلمه بخصوص الشغل وفجأة بيحصل اللي ما كانش حد متوقع ابدا وهو انه بييجي بيوريهم شوية صور وللأسف الصور دي بتبقى منتشرة جدا على النت وكل الناس بدأت تتكلم عنها والمفاجأة ان الصور دي بتكون لشو هو والبنت اللي بيقابلها بخصوص الشغل وتاو بتغير عليه منها وطبعا الصور دي ما بتكونش لطيفة وبتبين انه هما الاثنين في حاجة ما بينهم واول ما بتشوف تاو الصور بتفتكر طبعا لما شفيتهم هما الاثنين قبل كده وهو قال لها انها فهمة غلط وانه كان بيخسر هدومه بس علشان القهوة ده لقت عليه فبتفدأ افكارها تتشتت وللأسف بتشك فيه وبتفتكر انه خاين والمفاجأة انه لما بيحاول يبرر لها بترفض تاو كلامه وكمان بتضربه بالقلم قدام الشركة كلها وبعد الموقف ده بيفضل شو مصدوم من اللي حصل وبيقرر انه لازم يقدم استقالته ويمشي وعلى الرغم من انه بيكون حزين ومش مستوعب مين نشر اخبار مزيفة زي دي لكنه بيبقى حزين اكتر علشان تاو ما وساقتش فيه وعملته بالشكل ده ومع مرور الايام بيكون عدى وقته طويل على فرقهم هما الاتنين وطول الفترة دي محدش يعرف حاجة عن التاني وطبعا مع الوقت بتبدأ تاو تفهم انها ظلمت شو انه اكيد عمره ما كان هيعمل حاجة زي دي وانها مجرد اخبار مزيفة لحد ما في مرة بتستقبل تاو مكالمة بتعرف منها ان شو عايز يقابلها اخيرا فبتفرح جدا طبعا وبتسيب كل اللي وراها علشان تروح تقابله وبتبقى متحمسة قوي وبالفعل بيتقابله هما الاتنين وبتحاول تاو تبين انها مش مبسوطة او حاجة علشان تكون تقيلة شوية وفي اللحظة اللي بتكون مستنية فيها تسمع منه انه لسه بيحبها وعايز يرجع تاني لبعض بيصدمها شو بكلامه وبيقولها انه عايز يقابلها بس علشان يعلن انفصاله معا بعض فبتستغرب تاو جدا ومبتكونش مصدقة اللي بيحصل خصوصا انها متوقعتش ده ابدا وطبعا هو بيكون معا حق افرد فعله لانها ما ما ساقتش فيه من البداية وكمان ما حاولتش هي اللي ترجع له فبيسيبها شو وبيمشي وبتكون دي نهاية علاقتهم للأسف وبالتأكيد الموضوع ما بيكونش سهل خالص عليهم هما الاتنين خصوصا تاو اللي بتمر بأيام سخيفة جدا من بعدها وبتفضل طول الوقت فاكرية وندمنة على اللي حصل وفي يوم من الأيام بيستقبل شو مكلمة بيعرف فيها ان تاو بقالها وقت مختفية ومش لقينها في أي مكان خالص رغم ان الوقت تأخر جدا فبيقلق شو عليها وبيكون خايف لحسن تكون عملت حاجة في نفسها وعلى طول بيجري علشان يدور عليها في كل الأمكين اللي هي متعودة روحها وبعد شوية وقت أخيرا بيلاقيها وبتكون وقفة لوحدها بكل حزب فبيتكلم معيها وبيسألها هي بتعمل ايه هنا وطبعا بيكون باين ان هي زعلانة فبيطلب منها ترجع للبيت علشان أهلها وصحابها قلقانين عليها بس هي بترفض وبتقوله انها محتاجة تبقى لوحدها شوي لكن طبعا شو مش بيوافق على الكلام ده وعلشان كده بيشيلها وبيقرر يوصلها بنفسه للبيت علشان يتطمن عليها وعلى الرغم من انهم كده لسه ما رجعوش لبعض لكن على الأقل توب تبقى تطمنت انه لازيل مهتم بيها ومشاعره ناحيتها هي هي وبعدها بيقعدوا مع بعضهم الاتنين وبيكون شو عايز يكلمها في موضوع مهم لكن عكس ما كانت متوقعة فالموضوع ده يخص الشركة مش أكتر في الشركة علشان يعملوا غسيل أموال فبيحذرها شو من ذلك للأسف القوان بيكون فات خالص وبيبقوا قدروا يستحوزوا على الشركة كلها بسبب الفساد بتاعهم فبيحاول شو يهون عليها شوية وبيكون عايز يساعدها أكتر من كده بس للأسف وضعهم الحالي ما بيسمحش بدا لكن برضو شو مش بيستغنى عنها بالسهولة دي وبيفضل متابع معيها اللي بيحصل لفترة من الوقت لحد ما بيتأكد انها بخير وفي مرة بتتكلم طاو معيه وبتشكره طبعا على كل حاجة عملها علشانها وبتعرفوا انها متأكدة انه لو كان لسه موجود في الشركة معيهم فما كانش حد هيقدر يعمل الفساد اللي حصل ده وطبعا بتعتذله عن الموقف السخيف اللي حصل آخر مرة وانها ما كانتش وثقة فيه بس هو ما بيكونش حاب بيتكلم في الموضوع وبيكتفي بانه على الأقل دلوقتي بتطمن عليها وبعدها بيمشي لكن طاو في مرة بتطلب منه انهم يتقابلوا ولما بيقعدوا مع بعض بنلاحظ ان اسلوبها في الكلام حزين شوية فبتبدأ تتكلم معي عن حياتها قبل ما تعرفه وطبعا بتكون شكرا ليه جدا علشان علمها حاجات كتير وبتقوله انها مبسوطة علشان كان جزء من حياتها وانها تعلمت المسئولية بسببه فبيستغرب شو كلامها وبيبدأ يحس بشعور غريب وللأسف اللي هو كان متوقعه بيحصل وده لان طاو بتقوله بشكل واضح وصريح انها ما بقتش عايزة في حياتها وانه ما ينفعش يفضل يهتم بيها بالشكل ده رغم انها مش بتقدم له حاجة فبتنهي كلامها بان هي هتعرف تدير امورها بنفسها وانه المفروض يبدأ يركز على حياته ما يلاقش عليها بعد كده وفي النهاية بتسيبه وتمشي وطبعا الموقف ده بيكون صعب جدا بالنسبة لشو لان مهما حصل فهو كان لسه بيحبها وعمر مشاعره متغيرت ناحيتها وعلى الجانب التاني هي كمان بتكون حزينة قوي لكنها بتبقى شايفة ان ده القرار الصح لانها كده بتقذيه ومش بتقدم له اي حاجة وبعد فترة بنشوف ان شو قرر يشوف حياته ويكمل اللي كان بيحلم بيه زمان فبنعرف مع بعض انه بقى شغال في شركة كبيرة وكمان قدر يترقق بسرعة وبقى المدير بتاعها والمفاجأة بقى ان الشركة دي تبقى هي نفسها الشركة اللي تو شغالة فيها بعد ما خسرت شركتها بسبب المستثمرين اللي استغلوا منصبهم وسيطروا عليها فبتتصدم تو طبعا لما بتلاقي شو موجود في الشركة وهو المدير كمان لكنها بتتصدم اكتر لما بتلاحظ ان اسلوبه معاها مختلف تماما عن قبل كده لدرجة انه بيتكلمها وبيطلب منها تقدم استقلتها لانه حابب بيبعد عن حياتها زي ما هي طلبت منه قبل كده لكن تو بترفض ده وبتوعده ان علاقتهم هتكون عبارة عن شغله بس والغريب ان فعلا هم الاثمين بيكونوا قصدين كلامهم ده وكل تعاملاتهم في الشركة من اول اللحظة دي بتبقى عبارة عن مجرر شغل وكأنهم اتغيروا بقوا شخصين مختلفين واللي بيأكد لنا ده اكتر اننا بنشوفه مرة شو وهو ماشي مع البنت اللي تو كانت دايما بتغير عليه منها وبيبقوا قاعدين يتكلموا مع بعض في حياتهم الشخصية لكن قبل ما نفهم غضط ونفتكر ان شو تخلى عن حب تو وانه بقى بيحبها هي بتوضح الحقيقة لما بتسأله البنت دي عن تو وبتبقى عايزة تعرف هو لسه بيحبها ولا لا فبيرد شو عليها بكل اسف وبيقولها ان ده مش هيفرق في حاجة لانها بالنسباله بقت جزء من الماضي فبتسأله سؤال تاني وبتقوله هل ممكن يتقبل علاقة جديدة في حياته وطبعا بتبقى قصدة تتكلم عن نفسها لانه واضح انها معجبة به لكن شو بيرد عليها بشكل صريح وبيقولها انه مستحيل يفكر في حد تاني وانه هيقفل قلبه على كده ومن اول هنا بنلاحظ ان شو بقى مخلي تركيزه كله في الشركة وما بقاش بيفكر في اي حاجة تاني غير الشكل لحد ما في يوم من الايام بتكون تاو داخل عنده المكتب علشان تديره شوية اوراق وبتتفاجئ ان البنت اللي كان بيقابلها موجودة معاه ومش بس كده دي كمان بتكلموا على انهم قريبين من بعض وبتبقى قصدة تعمل كده علشان تدايق تاو وللأسف خطتها دي بتنجح وبنلاحظ ان تاو بتحس بشعور سخيف وهنا بنعرف انها لسه متعلقة في شو بتحبه خصوصا انها ما بتقدرش تدخل تكلمه بعدها وللأسف بتضطر تمشي من اصدقاء مهما حصل ومع مرور الايام بنشوف مع بعض السبب اللي كان مخلي شو مركز قوي في الشغل بالشكل ده فبيظهر قدامنا وبيروح يتكلم مع واحد من اكبر المستثمرين وبنكتشف ان هو ده الشخص اللي كان ورا فساية شركة تاو فبيتجمعوا كلهم حواليه وبيواجهوه وطبعا بيقدموا له الادلة اللي تثبت كلامهم والحصن الحظ ان ابن الشخص ده بيكون انسان طيب وبيوعدهم ان كل الفلوس اللي تسرقت من الشركة هترجع تاني والامور هتبقى طبعية من جديد وبكده نبقى عرفنا ان شو لسه مهتم بتاو وانه كان دايما بيفكر ازاي رجع على حقها فبتروح تتكلم معي بعد كده وبتشكره على كل اللي عملوا علشانها وطبعا بتبقى مبسوطة علشان قدرت ترجع مكانها في الشركة بتاعتها لكنها ما بتقدرش تسأله بخصوص مشاعره ناحيتها وبيكون الكلام بينهم رسمي الى حد ما وبعد كل الدوشة دي بتيجي البنت اللي معاجبة بشو علشان تتكلم معي لكن المرة دي ما بتحاولش انها تقرب منه فبتكلمه بكل صراحة وبتعتذله علشان كانت سبب في ان تحصل مشاكل ما بينه هو وطاو وبتعرفوا انها مش هتحاول تقرب منه مرة تانية وانها هتكون راضية بكونهم مجرد اصدقاء وبكده تبقى كل المشاكل تعتبرت حلت معها ده اكبر مشكلة في المسلسل وهي علاقة شو وطاو فبنرجع لطاو مرة تانية بعد مرور ايام قليلة وبنشوف ان فيه بنت جاية تديها جواب من شو واول ما بتفتح الجواب ده للأسف بتكتشف انه وداع منه علشان قرر يختفي عن حياتها وكمان هيستقيل من الشركة للأبد وهيسافر فبتركب طاو عربيتها بسرعة وبتحاول تدور عليه في كل مكان على امل انها تلحقه قبل ما يسافر وفي الطريق بتفتكر ذكريتهم مع بعض وبتفتكر الكلام اللي كتبه في الجواب فبتتأثر طاو جدا خصوصا ان شو بيكون ما اعترف لها بحبه وكاتب قد ايه هو كان بيحبها وعمره ما اصد ييزيها فبتعرف طاو في الوقت ده انها ظلمته وان هي ما كانش المفروض تبعد عنه مهما حصل لكن للأسف كل ده بيكون على الفاضي لان القوام بيكون فات خلاص ومش بتقدر توصل وبعد فترة طويلة بنروح مرة تانية لشو وبنشوف انه قرر يعيش حياته بعيدة عن نوشة الشركات وكل ده وبقى حاليا شغال في مجال التصميم زي ما كان بيحلم دايما وفي مرة بيتفاجئ ان فيه اعداد كبيرة جدا من الناس جايين مخصوص علشان يشتغلوا معايا ويعملوا تصاميم كتير فبيستغرب شو طبعا وما بيكونش فاهم ايه العدد ده كله لكنه بيستغرب اكتر لما بيعرف انهم جايين بسبب اعلان شافوه على النت لانه عمره منازل اعلانات وقبل ما يتكلم معاهم بيتفاجئوا كلهم ان فيه بنت واقفة فوق مبنى وبتحاول تنهي حياتها لكن المرة دي بيقرر شو انه ميروحش ينقذها هو ويخلي صديق ليه يتكفل بالمهمة دي وبيمشي بعدها وهو بيفكر وبيبقى عارف ان صديقه والبنت دي هتجمعهم قصة حب زي ما حصل معايا هو وطاو ففي اللحظة دي بتظهر طاو قدامه كأنها رجعت علشان تكمل قصتهم سوا فبيفرح شو طبعا وبيتكلم معها وبيعرف ان هي اللي عملت الاعلان علشان تشجعه وتساعده في حلمه زي ما كان دايما بيوقف جنبها زمان وبينتهي المسلسل بان تاو بتطلب منه ويرجعوا البعض علشان يبدأوا من تاني سوا في علاقتهم او حتى في حياتهم عمتا وطبعا شو ما بيقدرش يضيع فرصة زي دي وبيرد عليها بحضن لطيف علشان يعرفها انه موافق وانهما الاثنين اصلا مخلوقين علشان يعيشوا مع بعض ومن اول هنا بيبدأوا يستعدوا علشان يكملوا قصة حبهم ويبنوا حياة سوا من جديد